ساعة بعض الناس بتغيب عليها فكرة كده فيه مين فيهم ممكن يكون أولى في توزيع الصدقات وطول الوقت بيكون عندهم حيرة يطرع نوزع فيين يطرع نوزع لمين تدرجة ان البعض بقى بيستسهل ويوزع الصدقات على الناس ما يعرفهاش في الشارع بس المهم انه يرضي ضميره ويبقى حاسس انه هو عمل صالح يبقى يابل بيه او يكمل بيه يوم برغم انه ممكن يكون عنده قريب ليه أولى ممكن يكون عنده جار أولى لكن في بعض الأحيان الناس بتتحرج انها تدي صدقتها للناس اللي حواليها لانها بتبقى هي محرجة انها تدي صدقة اللي حواليها وبتبقى عامل حساب انه اللي قدامها ممكن يتحرج هو كمان انه يقبل منها الصدقة الصدقة باب عظيم جدا من أبواب الرحمة على الأرض نبينا الكريم كان يقول من يسر على معصر يسر الله له في الدنيا والآخرة ومن فرج كربة من كرب المسلمين في الدنيا فرج الله له كربة يوم القيامة احنا النهاردة هنتكلم عن كيفية توزيع الصدقات من أولى بالصدقة هل يجوز إخراج الصدقات للأقارب دي أسئلة كتيرة هنحاول نعرف إجابتها من خلال هذا الحوار مع ضفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الشيخ أحمد رمزي الصباغ الواعظ بالأزهر الشريف أهلا بيك فاندم منورنا وشرفتنا مولانا أهلا وسهلا يعني بداية نعرف السادة المشاهدين معنى الصدقة بالمفهوم الإسلامي والفارق ما بين الصدقة والزكاة لأنه في بعض الأحيان بيحدث هذا الخلط ما بين الزكاة اللي هي فرض واجب على المسلم والصدقات التي يؤتيها المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية هذا الدين العظيم مبنه على أمرين عظيمين كبيرين على قداسة الإله وعلى كرامة الإنسان قداسة الإله وكرامة الإنسان قداسة الإله سبحانه وتعالى وما يتعلق به سبحانه وتعالى أنه واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد هذا يتعلق بجانب العقيد الأمر الثاني كرامة الإنسان ما الإنسان؟ الإنسان هو صنعة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة الإنسان الذي هو فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى وقبضة من تراب الأرض هذا الإنسان كرامه الله سبحانه وتعالى أجل تكريم ووعد من يكرم الإنسان بالكرم الجزي وتوعد من يعتدي على الإنسان على عرضه أو ماله أو دمه أو أي شيء بالوعيد الشديد قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل فالإنسان بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب الإنسان صنعت الله لذا فضل الله سبحانه وتعالى الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنياء فجاءت الشريعة تحفظ كرامة الإنسان فأوجبت الزكاة وجعلت الصدقات وجعلت مبدأ التكافل الاجتماعي والإخاء الإنساني والإخاء الإسلامي ومبدأ الرحمة والتعاطف والتراحم بين الناس جميعا وخاصة بين المسلمين فكرامة الإنسان أن نحفظ له ما أوجه من أن يمد يده للسؤال أن نحفظ له ما أوجهه من أن يتسول من أن يطلب من أن يفعل وأن يفعل وهذا يريق ما أوجهه فجاءت الشريعة أوجبت حقا مفروضا في مال الغني للفقير فكما ورد في الأثر الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقته من ناري ولا أبالي وجاءت الأحاديث في السنة النبوية الصحيحة المشرفة وجاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الزكاة وتتحدث عن الصدق وتوضح وتبين أن الزكاة هي جزء أصيل مهم من النظام الإسلامي الاقتصادي وتوضح أيضا أن الزكاة ليست أمرا تطوعيا وليست نافلة من نافلة القول وليست خلة حسنة من الخلال الطيبة إنما هي ركن من أركان الإسلام وإنما هي شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى وهي أساس أو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الإسلامي بل قال الله سبحانه وتعالى خذ من أنوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإذا ما وقفنا وقفة متأنية مع قول الله تعالى خذ وجدنا هذه الكلمة تدل على أنهم لن يعطوا الزكاة يعني ربما بطيب نفس بعض الناس قائد يخرجها غصبا عنه وبعضهم بطيب نفس لأن الزكاة تأخذ ولا تعطى تفترض ولا تستجدى والله سبحانه وتعالى لم يأمر المؤمنين بدفع الزكاة وإنما أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأغذي الزكاة وأمر من بعده ولاة الأمر بذلك فقال خذ من أموالهم يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي هذه الزكاة المفروضة التي يركن من أركان الإسلام والتي هي شعيرة والتي هي فريضة من الفرائد لابد من فرق بين الصلاة والزكاة كما قال العلماء حكمه أنه كافر وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهي أمر عظيم وأمر خطير لذلك الزكاة لها شروط إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحاول واجبت فيه الزكاة النصاب اللي هو 85 جرام من الذهب عيار 21 هذا هو النصاب بالزكاة إذا بلغ هذا المقدار وتخطاه وننتظر حولا كاملة سنة قمرية فإن مضت بنخرج 2.5% على كل المال ده لو زينة ولا ده لو متشالة بغرض الخزينة والله هذا فيه تفصيل طويل بين العلماء هذه الأنواع التي يجب فيها الزكاة اللي هي الذهب والفضة وزكاة الزروع والصمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم وكل نوع من هذه الأنواع له تفصيل طويل في كيفية إخراجها بالنسبة للذهب إذا كان بنية الاستثمار يعني بنسأل هل ما حد بيدخر الزهب أو أخت فاضلة فبنسألها أنت هل للزينة بلبسه أنا بلبسه إبن فو الزكاة لو قالت أنا يعني بيدخره للزمن فصار استثمار هذا بالنسبة للذكاة يمر حول كامل لكن بالنسبة للصدقة فأنا يمكن أن أتصدق في كل ساعة وفي كل يوم وحتى في كل لحظة سواء بالمال أو حتى بالمعاملة الطيبة بالحسنة يعني تبسمك في وجه أخيك نوع من أنواع الصدقة نعم فنوضح مفهوم الصدقة والأولى بالصدقات نعم هذا هو الفارق بين الزكاة المفروضة والصدقة التطوعية أو التي هي نافلة أو التي هي مستحبة أن الزكاة لها شروط معينة وفي وقت معين وبتخرج الأصناف ومستحقين معينين أما الصدقة فليس لها وقت صحيح وليس لها مقدار وليس لها أصناف معينة قد نخرجها للأصناف الثامنية لمصارف الزكاة الشرعية وغيرهم أيضا والصدقة كما قلنا لأنها بتخرج لأنواع المصارف الزكاة الشرعية ولغيرهم وكما تفضلت وقلت أن هذه الصدقة لابد أن نخرجها للفقير والمسكين وأفضل أنواع الصدقة إذا كانت على ذر رحم دائرة الأولى الأقارب الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذر رحم سنتان صدقة وصلة له أجران صدقة وصلة رحم والصدقة أنواع كثيرة منها الصدقات الحسية والمعنوية والمادية كما تفضلتم يعني تبسمك فجأة أخيك صدقة الأمر بالمعروف أنها المنكر صدقة إعانة الناس صدقة الكلمة الطيبة صدقة يعني أفضل دينار تنفقه في سبيل الله دينار تنفقه على أهلك وأولادك طب فيه ناس ما بتعرفش تحسبها يعني واحد يكون عنده حتة أرض صغيرة بس مش بيته استخدم وحد يكون عنده بيت مقفول بس مش بيستخدمه بقى عنده حتتين دهب هو حيران متشالين في غرض إنها تبقى زينة ولا تبقى متشالة فما بيبقاش عارف فعلى طول بيطلع صدقات بيكفل أسرة مثلا بشكل شهري بيكفل تعليم أطفال من دوي الهمم من الأيتام وغيرها ده بتتحسب كصدقة ولا بتتحسب كزكاة ووقتها حيبقى مديون لو هي طلعت في الزكاة هو نيته يتفحها وإن كانت زي ما تكون زكاة بالتأسيط يعني بتطلع كل شهر ينبغي على المسلم أن يتحرط دقة في إخراج الزكاة ما يفعله هذا هي صدقة من الصدقات أما الزكاة كما قلنا مقدار معين بيخرج في وقت معين وبنية مخصوصة كما قلنا له الشرطان إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وله أصناف معينة الثمانية التي وردت في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلهم والرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فلينبغي عليه أن يتحرط دقة لا أما ما يفعله هذا يعني هذا يسمى تخلص من الصدقة وليس يعني إتيانه بالزكاة المفروضة يتحرط لمن يأخذها من سيأخذ هذه الصدقة وفي أي وقت وكيف يحساب هذه الزكاة المفروضة عليه هذا لا حسابات معينة إن لم يعرف أهل التخصص وبيجمع كل أموال خزم من أموالهم يعني كل أموال سواء كانت عقارات أو أراضي زراعية أو عنده أيضا أراضي فيها ثمار وفاكهة أو عنده ذهب وفضة أو عنده كذا وكذا وكذا بيجمع كل ما يسمى مال ثم بيخرج عليه 2.5% بالعام طب مولانا هل هناك شروط محددة لقبول الصدقة والصدقات وأن لا يصحبها منن ولا أذى يعني هل هناك شروط في تقديم الصدقة للآخرين طبعا الصدقة عبادة من العبادات وينبغي لها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى ابتداء كأي عمل وكأي عبادة من العبادات ينبغي أن يكون العمل خالصا لوجه الله ووفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والصلاة هذه الصدقة ينبغي أن تكون خالصا بعيدا عن المن والأزى والرياء فالأشياء التي تبطل الصدقات المن المن هو تعداد النعمة على المنعم عليه يعني لأننا تصدقت عليه أقول لا في يوم كذا أعطيتك كذا شفت أنا عملت معك إيه وقفت معك في يوم كذا وكت في ظهر ولم أترك في يوم كذا ولما احتكت مني مبلغ أعطيتك كذا هذا هو تعداد النعمة على المنعم عليه الأزى هو يعني إذاء هذا الفقير أو المسكين بالقول أو بالفعل فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأزى كالذي ينفق ما له رئاء الناس هذا الذي أنفق وتصدق وصاحب النفقة والصدقة بالمن والأزى مثله كمثل الذي تصدق رئاء الناس وهما في الوزر سوا يعني الصدق بالرياء والعزو بالله والرياء هو الشرك الخفي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم متصدق لأنه تصدق من أجل أن يقال عنه متصدق وأنه كريم وأنه جواد فيقول الله له يوم القيامة اذهب إليهم وخذ أجرك منهم لمن كنت تفعل لهم حتى يقال عنك أنك رجل متصدق وأنك رجل كريم فلا أجر له المن والأزى الصدق رياء الناس وابتغاء الصمعة أن تكون الصدقة من حرام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لا بد أن تكون من مال حلال مال خالص لا شبهة فيه ولا رياء ولا سمعة ولا يتبعها بالمن والأدى أيها بس تاب وعايز يطهر فلوسه ويطهر ماله ومش هيخدها ويرميها من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها إن أخذ المال عن طريق الحرام الصرقة أو الرشوة أو الغصب أو إلى آخره ينبغي عليه أن يرد هذه الأموال إلى أهلها فهذا شرط من شروط قبول التوبة أو يستسمح صاحب هذا المال أو أهله أو أولاد إن كانت قدمات أو تعفى حتى يعفو لابد من العفو عنه أولاً وابتداءاً الصدقة والزكاة بيخرجوا إزاي؟ يعني لازم يخرجوا فلوس؟ ولا ممكن ناس مثلاً تبقى محوشة زكاتها كلها وحتطلحها مثلاً في رمضان فتعملها في صورة مساعدات أكل ناس ما جهزة إنها هتعمل مع عاملة علامة يعني لنفسها عشان تتأكد من مرور السراء نعم سبتة التاريخ دايماً بتتعامل بقى لازم تخرج فلوس ولا ممكن تخرج في شكل كسوة شتا أو صيف أو مصاريف تعليم أو تخرج في شكل إيه؟ ما زلنا يعني نركز وننبه على التفريق بين الزكاة والصدق الزكاة جمهور الفقهاء على أنها لا تخرج بالقيمة الزكاة المفروضة التي يركن من أركان الإسلام التي هي كما قلنا إذا بلغ المال النصاب وحالة للحول واجبت فيه الزكاة 2.5% فلوس أطلحها فلوس نقداً في يد الفقير لأنها من حقه هو من حق الفقير وله حرية التصرف بالقبض يمتلكها لابد أن يتملك الزكاة بالقبض فإن تملكها له حرية التصرف فيها لا أكون حكراً عليه فلا ينبغي من أموالي الزكاة أن أعمل شنط رمضان أو أجيب زبيحة وأتبحة وزحة لحب أو أشتري كذا وكذا أو أدوية أو نفقات على اليتام لابد أن تكون يعني مالاً في يد الفقير أما الصدقات فالباب فيها واسع شنط رمضان لاحب وزع في أي وقت غير مرتبط وعلى أي إنسان يعني حتى قالوا وإن كان غنياً على سبيل الهدية هل هناك صدقات يحبها الله يعني صدقات أفضل من صدقات أخرى والله هو الصدقات باب الصدقات أوسع كما قلنا وفيها الخير الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم في مراتب قال يعني أفضل يعني قال اطعام الطعام يعني قال أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام فمن أفضل الصدقات اطعام الطعام لأن المسلم لا ينبغي عليه أن يكون منزوياً وأن يكون سلبياً وأن يكون أنانياً ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر بديرانه ولا يشعر بألام الناس ولا بأزمات الناس بأزمات المواطن بأزمات الشعوب بأزمات الناس لابد أن يسأل عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث في غاية الأهمية والخطورة قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جعان يعني ينبغي أن يسأل وينبغي عليه أن يتفقد وينبغي عليه أن يعطي وينبغي عليه أن يفعل الخير لجيرانه وأن يتفقدهم لا ينتظر حتى يأتي ويسأل هو أو يطلب منه من بات شبعان وجاره إلى جنبه جعان فهذا من الخطورة والأهمية بمكان يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفس يعني ده في صميم الخلق الإسلامي الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم أن يشعر بالآخرين والصدق باب واسع جدا وكبير لتهذيب النفوس وتطهير النفوس والإحساس بالآخرين أشكرك شكرا جزيلا الشيخ أحمد رمزي الصباغ الواحد بالأزهر الشريف نورتنا وشرفتنا يذلكم الله خير وبرك الله فيكم شكرا